ان شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الاشياء ونشرح ونتناقش عن الخلايا التي تنحرم من السكر والتغذية بسبب مرض السكر بما ان الخلايا قد حرمت من التغذية او صيبت بالمجاعة فانها تبحث عن مصادر اخرى للقذاء وليس امامها سوى الدهنيات الموجودة داخل الخلية فتقوم باستعمالها ليشعر الطفل بالارهاق الشديد والتعب كما يفقد قدرا كبيرا من الوزن وقد يشعر ايضا بالصداع والدوار ومن ثم القي اذ تفرز الخلية بعد استخدامها للدهنيات وتسهلك الدهنيات مواد حامضة اسمها الاستيون او الكيتون طبعا تنتشر في الدم وتسبب زيادة في حموضة الدم وتؤدي الى القي ومن ثم الشعور بالنو المؤدي الى الغيبوبة ان لم يعالج في الحال وطبعا العلاج هو العلاج بالانسولين اتمنى انكم استفدتم من هذا المناقشة البسيطة ورأيي في الموضوع عندما تفقد الخلايا وتنحرم من الطعام او السكر ماذا يحصل لها وهذا مرض السكر مضر جدا عن الجسم وخطير ويسبب الوفاة وموت الخلايا وضعف الجسم بشكل كبير جدا كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي وان شاء الله نشوفكم في درس قادم ان شاء الله